الأستاذ أحمد الكاتب معنى الآية وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنِ اللَّهِ خُمْسَهُ لِلْرَسُولِ وِلِذِلِ الْقُرْبَى وِلِلْتَامَ وِالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يوم التقل جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إن الآية المذكورة موضوعها غنائم الحرب التي تأخذ قسرة من الكافرين لا مكاسب السلم العائدة إلى المسلمين في فيوم الفرقان يوم بدر والجمعان جمع المؤمنين الذي كان بجانب الوادي وحافته الأقرب على المدينة العدوة الدنيا يعني وجمع الكافرين الذي بجانب الآخر الأبعد منها العدوة القصوى الركب هو العير وأصحاب أبي سفيان ومن معه أسفل منكم أي في مكان أسفل من مكانكم إلى ساحل البحر الأمر على ثلاثة أميال من بدر وهكذا لم يلتفتوا إلى سبب الآية فقطعوها عنه وهو السؤال عن كيفية كسبة الغنيمة بعد أن اختلفوا فيها في معركة بدر فالآية نزلت جوابا على سؤال وإزالة الإشكال لا علاقة للمكاسب والأرباح التجارية وغيرها به فما الذي أدخلها في الموضوع التعليق جدا مناسب وصحيح يضيف الأخ علي الزبيدي يقول القرآن يفرق بين المكاسب والغنائم لقد فرق الله تعالى في كتابه بين المكاسب والغنيمة وبين أن في الأول الزكاة المكاسب والصدق فقال يا أي الذين أعملوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض كذا ولكنه في سورة الأنفال لما ذكر القتال بيّن في أن في غنائمه خمسا في غنائم القتال يعني فقال واعلموا أنما غنمتم واعلموا أنما كسبتم من شيء فأني لله خمسة ولو أراد الله أن يقول لقال يعني واعلموا أنما كسبتم من شيء فإن الله خمسة والله لم يقول ذلك وإنما قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة ملاحظة جيدة وفعلا لفتة لطيفة يعني نشوفوا إحنا إحنا لازم نجتهد جميعا نمارس الإجتهاد الإجتهاد مقابل التقليد إن شاء الله نتحدث في اليوم عن التقليد والإجتهاد يعني مشكلتنا أنه البعض يوصي بعدم الإجتهاد يعني أنت ويروح قلد فقط ما عليك لا تحرك دماغي لا تحرك فكرك بينما كثير من الناس هم بإمكانهم أن يعني يجتهدوا يفكروا ينظروا في القرآن ويلاحظوا الفوارق بين الأمور فخلينا نرفع هذا إن شاء الله نتحدث عنه نرفع مستوى الإجتهاد عند عامة الناس المثقفين اللي ما يستطيع بالمرة يعني كان دماغه مسكر فمع ليش بعد معذور ولكن الإنسان قادر على التفكير وقادر على النظر وقادر على التمييز لماذا يخلد إلى التقليد ويجلس في مكانه لماذا لا ينشط فكرة ويحاول أن يستمع إلى الأراءة المختلفة ويتبنى رأيه معينا وهذا طبعا كان رأيه على معنى السابقين الأولين الأخ عبد الإله هادي الكعبي يقول البحث جيد ولكن الشيخ كعادته عندما يتطرق لموضوع ما يسرت فقط أدلة إثبات رأيه ولا يتطرق إلى أبحاث وأدلة الطرف الآخر أنا أعتقد بيانة الأراءة المختلفة وأسمع من أدكم إذا واحد أندي رأيه آخر